منك نقطتان بهذا التحامل التحكيمي المتكرر الواضح وضوح الشمس في نفس المباراة بتاعت البنك لدرجة الناس قبل ما اتش البنك عارف ايه السيناريو قبل ما يحصل النهاردة لا ما كانش برضو انت مش مكتسح الملعب ومضيع 7-8 فرص لا انت فيه الناس مش مبسوطة من الاداء فما ينفعش نقول وظهر الجميع بمستوى طيب عامي عاجزك تبالي بمستوى طيب فلماتش انا مستوى طيب يعني ناس ملتزمة انتو بتزعلوا لما البعض مايلعبش طب الراجل يعني منقسم بين هدفين هدف محلي وهدف اقليمي بيخرج من ده خشي على ده بيخرج من ده خشي على ده وعايزي وزع القوة بتاعته بشكل ما يخليوش يضيع حاجة لعساب حاجة بيضطر يعمل مجازفات ويعتمر على ناس احنا بنقول كل لعبت الاهلي تصنيف واحد ورونه ورونه امرة لهذا الكلام مش عايزين بان دعوات نضيع طول كل اسبوع نضيع كلام في بعض المناقشات الادارية اللي ملاش لازمة ما فيش داعي ولا مبرر اللي ما يحدث الا اذا كان فيه دوي على الودان ايه وهو فيه لانت انا حنناقش دي ازاي اصداد زبراهيم انك اندك تشوف ان المصطرة العمالي الاعلام يتعامل بيها فيه موضوع امام عشور لكن لو عندك فقرات انا اجل تعليق لو تحب اقوله دلوقتي لها ايه دلوقته اشتركوا في القناة